تُفتح أبواب السماء في ثلث الليل الآخر جاء في الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا ثم تُفتح أبواب السماء ثم يبسط يده فيقول هل من سائل يُعطى سؤله فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر حديث صحيح وفي الحديث المشهور ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألوني فأعطيه من يستغفروني فأغفر له رواه البخاري ومسلم وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف يعني معلوم لنا جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنحا خيرا ورزقا فيمنح روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبعوا تفتح أبواب السماء يومين اثنين والخميس تعرض فيها الأعمال على الله كما قال عليه الصلاة والسلام تفتح أبواب السماء كل يوم اثنين وخميس فيغفر ذلك اليوم لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كان بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا فالله يقول ملائكة أن تؤخر أصحاب الشحناء فذكر نفسك يا مسلم ويا مسلمة إذا جاء الاثنين وجاء الخميس بتصفية الشوائب في العلاقات مع المسلمين أما أصحاب المنكرات الذين يجب هجرهم وأما الكفار الذين يجبوا الابتعاد عنهم وأصحاب الشر الذين لو اقتربت منهم أحرقوك فهؤلاء شأنهم آخر لكن أهل الدين أهل الإسلام أهل الإيمان إخوانك لا تقاطعهم ولو صارت خلافات شخصية لا تطول القطيعة صلح قبل الاثنين والخميس صلح قبل الاثنين والخميس والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذانك يومان تعرض فيهم الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم كما جاء عند أبي داود وينبغي تفقد الأعمال في هذين اليومين كان بعض التابعين يبكي إلى امرأته يوم الخميس وتبكي إليه يقول اليوم تعرض أعمالنا على الله ترجمة نانسي قنقر